تصوير الرحم فحص الرحم وقناة فالو جهاز الفلوروشكوبي يستخدم الأشعة السينية للحصول على صور متعددة للمناطق التي يريد الطبيب فحصها وبمجرد أن يبدأ الفحص سيطلب منك الاستلقاء على طاولة الفحص بوضعيات مختلفة للحصول على الصور قبل إجراء هذا الفحص عليك اتباع التحضيرات اللازمة يجب أن يكون موعد الفحص ما يقارب عشرة أيام من بداية نزول الدورة الشهرية وهذا مهم لأن هذه المدة الزمنية هي أيام قليلة قبل حدوث الإباضة بشكل طبيعي سوف تعطى مليم بليلة قبل الفحص إذا كنت تعاني من أي إمساك سوف يطلب منك عدم تناول أي وجبة قبل الفحص سيطلب منك تفريغ المثانة مباشرة قبل الفحص أثناء الفحص قد يطلب منك لبس ثوب خاص بالمستشفى ومن ثم الاستلقاء على طاولة الفحص وسيتم تنظيف القناة المهبلية بعد ذلك سيتم ثني الركبة ووضع منظار في المهبل وهو جهاز يستخدم للحفاظ على قناة عنق الرحم مفتوحة للتمكن من إدخال أنبوب حقن الصبغة الملونة ستقوم الصبغة الملونة بتحديد الرحم وقناة فالوب في حيث تأخذ الصور باستخدام الأشعة السينية عند حقن الصبغة الملونة فإنك ستشعر بالضغط والتشنج الخفيف في البطن بعد الانتهاء من إجراء الفحص سوف تنتظر طبيب الأشعة لتفسير الصور الخاصة بك لا يمكن لتقني الأشعة الإفصاحاً أي نتائج خاصة بك لأن ذلك يعتبر غير أخلاقي ينصح بعدم الجماع ليوم على الأقل بعد الفحص يمكن أن تأخذ مسكنات دون وصفة طبية إذا كنت تعاني من أي ألب قد تعاني من نزيف بعد الفحص وهذا أمر طبيعي الفلورسكوبي التنظير الإشاعي يستخدم الأشعة السينية والتي يمكن أن تسبب صرطان في حالة تلقي جرعات كبيرة ومع ذلك فإنها لن تسبب أي نوع من المشاكل في معظم الحالات ترجمة نانسي قنقر